اشتركوا في القناة 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 اللي هي زيادة البروتينات في العدسة للانسان فشو تكون تسبب ضبابة للنظر فما يشوف من خلاله وهي تنحل بعملية جراحية تسترغ بين الخمس الى خمسة عشر دقيقة تشل العدسة تركب العدسة تركب العدسة ثانية باختصار جدا اما المياه الزرقة خلنا نوضحها بشكل ثاني هي اصلا مرض يصيب العصب البصري لكن ملاحظ فيه ارتفاع في ضغط العين فالعين لو فكرنا فيها نفس البلونة كل ما نفخت فيها زاد الحجم فيزيد الضغط فيها فيأثر لك على سطح البلونة هاي ونفس الطريقة فالضغط اللي داخل العين يأثر على العصب ويتلف العصب وهذا هو باختصار المياه الزرقة مزين الحين شرحنا المياه الزرقة وشرحنا المياه البيضاء فهل خلنا نقوله الحين نحن نعيين في شهر رمضان الكريم وكذلك في فصل الصيف احيانا هو احيانا تعرف بهورك في الشمس والشمس تكون حارة فهل يعني الشمس لها تأثير قوي على مسألة العين وبالاخص على مسألة الناس يعانون من المياه البيضاء والزرقة هي بالنسبة للشمس وتأثيرها بالناحية المياه البيضاء والزرقة جدا بسيط جدا جدا بسيط يعني بالناحية المياه البيضاء في بعض الدراسات تقول انه نعم ممكن تسرع مسألة المياه البيضاء وهاي ملاحظة في بعض الدول الاستوائية اللي الشمس دايما ساطعة عليهم فتحس انه او الدراسات تثبت لك انه المياه البيضاء اتي في مقتبل العمر يعني بين الخمسين والستين سنة في الأماكن اللي هي دائما غائمة ناس أوروبا تبدأ المياه الزرقاء أو البيضاء عندهم من بعد الخمس وستين إلى سبعين سنة عشان سنطلع من المياه البيضاء أنتقل الضبابية في العين بالبروتين اللي موجود حلها جدا بسيط لنسويه عملية نركب وما في حل ثاني طبعا لا لنا الحين ما في في بعض الدراسات تقول إن في قطور ممكن عقب عشر خمسة عشر سنة تحللك مسألة العملية بس لنا حين مش مستقلة فطلعنا المياه الزرقاء قلنا نحن في ضغط في العين والضغط هذا ممكن يأثر فالواجب على الشخص اللي يعاني بالمياه الزرقاء شو ليسويه أول شيء إذا كان عنده في العائلة حد يعاني من المياه الزرقاء دائما هذا يصير بشكل روتيني عند الطبيب يقيس للضغط طبعا حاليا أي شخص بيصير عند أي طبيب عام يقسل للضغط الدم فنفس الطريقة أي شخص بيصير عند طبيب العين لازم يقيس له ضغط العين والناس اللي عندهم في العائلة معروف ان عندهم ضغط للعين مرتفع لازم بشكل دوري كل ثلاثة إلى ستة شهور مثل ما يقيس ضغط لهذا يروح يقيس الضغط والطبيب هو بيتعامل معه بالضبط زي أنهينا المياه البيضاء أنهينا المياه الزرقاء ندخل في المشاكل الثانية للعين أحيانا خاصة في فترة الصيف قلنا وفرمضان بعد ندري تمتشرب ماي فرمضان مثلا تسهر فرمضان فيه أشياء كثيرة وأحيانا فترة الصيف أنت تظهر خاري والشمس تعفل تضرب أشعة الشمس تضرب عيونك شو المشاكل هاي كلها أكثر المشاكل اللي تنتج في هالفترة اللي هي مشاكل جفاف العين لو نرجع قبل أربعين سنة ما كانت عندنا مشاكل في جفاف العين أصلا ما أحد يعرفها لكن مع التطور الحالي وخروج الإنسان واستخدام أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات تزيد عنده مشاكل جفاف العين وخاصة في رمضان مسألة السهر مسألة متابعة المسلسلات في التلفزيون هاي تزيد من مشاكل جفاف العين والحل جدا بسيطة اللي هي تروم تغطيها بالدموع الصناعية والراحة ذكرناها في الحلقة السابقة نعم والراحة بين فترة وفترة يعني لو أن الإنسان بيقراله مدة ست ساعات على الأقل بين كل ساعة وساعة يرتاح لمن ربع ساعة يشوف بعيد أنه شوه يريح النظر من مسألة القراءة وهاي نحن مقبلون على فصل الصيف وطبعا الشمس تكون وايد قوي على الجسم والعينين لذلك يجب اتباع عدة طرق لحماية العين من أشعة الشمس المباشرة تابعوا معنا هذا العرض تابعوا معنا هذا العرض تابعوا معنا هذا العرض اشتركوا في القناة السكر والعين طبعا العين نافذة للسكر فنحن ممكن في العين نحدد إذا هذا المريض ملتزم بالحمير الغذائية ملتزم بالتمارين الصحية له كالمشي وغيرها ملتزم بأخذ عقاقيره الدوائية هل شكلها ممكن نشوفها نحن في العين فطبعا الناس اللي ما يكونون ملتزمين بهذا الشيء وخاصة في فترة شهر رمضان الفضيل أن فترة الأكل تختلف ومعايير أخذ الأدوية بعد عندهم تختلف فممكن تنتج عندهم مشاكل في الشبكية في العين منها النزيف اللي في الشبكية ويكون بسيط وعذب للمشتردي ممكن يتطور إلى نزيف داخل العين وممكن تكون عروق دموية جديدة داخل العين فهي كلها فترة رمضان أحياناً تزيد ليش؟ لأنه عندهم فترة رمضان عدم تناسق الوجبات الصحية أو الوجبات في هذه الفترة تزيد إلى أن الأنساء ما يكون عنده وعي أو غير منظم من ناحية متى ياخذ دواه متى يتمرن وهالأمور تأثر على العين سلباً فنصيحتي لهم دائماً دائماً يكونون معه ترابط وثيق مع طبيب السكر على أساس ينظم لهم موضوع السكر في الدم ومخزون السكر بالأساس في الدم على أساس أنه ما تنتج لهم هاي المشاكل الشبكية أرق العين حين إذا نتكلمنا عن أرق العين وكثير منهم تلاحظهم عنده سواد حول عين ومبعرف كيف يتصرف فالأرق والاسترس شو ممكن يأثر على العين كثير من الناس تلاحظهم في الفترة اللي عندهم ضغط نفسي زايد سواء كان جسدي سواء كان نفسي ذهني تحس عندهم الرمشات في العين الزيد وهذا نوع من أنواع الأرق شو اللي يستوي في الجسم عندنا بعض الهرمونات اللي تزيد في فترة الاسترس اللي هي مثلا الأدريلانيين والنور الأدريلانيين الأشياء اللي في الخوف مثلا أحسنت الخوف والذي عندك استرس قوي تشوفه في زيادة أحسنت زيد فهي شو دخلها في العين طبعا هاي تطلع بعض الأملاح اللي موجودة في الجسم مثل البوتاسيوم والكالسيوم فهي يوم تطلعها من أصغر العضلات اللي موجودة في الجسم عضلات العين فتبدأ تتحسس أن الإنسان عنده نكس في الأملاح هاي فتبدأ ترمش زيد فعلى أساسه أحيانا لازم ننتبه نعم أرجع سوف فحص دم يقول لك دكتور شو دخل فحص الدم في رمشات العين فينتج عندهم أنه نكس كبير في موضوع يسمونه أملاح البوتاسيوم والكالسيوم وتتعوض عن طريق شرب الحليب والموز تقريبا يعني أشياء بسيطة حياة جدا بسيطة جدا تبتعد عن الاسترس الاسترس بشكل أساسي ويعني تتبع حمي غذائية صحيحة زيد والهالات هاي السودة الهالات هاي بعت تنتج كثير من ناحية تعوذ بالنوش طارجي من الإرهاق ليش الهالات هاي تكون هي عبارة بالأساس عروق دموية تتوسع أنه تزيد نسبة الدم اللي تدخل في العين على أساس أنه تشتغل زيادة فكل ما يشتغل للإنسان زيادة متوقع أنه العروق تتوسع ويوصل دم لهالعضو اللي يشتغل زيادة فالمسألة جدا بسيطة فترات الراحة اللي تأخذها أنت بين فترة وفترة تقيق من هالموضوع تعوذك عن أشياء كثيرة يعني أنت لو كان عندك استرس أو دراسة أو أي شيء ثاني خاصة فترة حين امتحانات عند الناس ممكن كل ساعة تأخذ لك بريك ربع ساعة لين عشر دقائق تريح فيها وتريد تستمر بالعكس تعطيك دافع أكبر أكبر زين والإنسان يعني الله يبعد جميع عن الحزن لكن ليحزن ويتم يصيح وايد نعم شو أثر على العين والله أثر الحزن على العين هذا كريفلكس يكون عند الإنسان وبالعكس يوم يكون فرحان أحيانا عينه تدمع يوم يتمرن أحيانا عينه تدمع فهي كلها ريفلكس ستكون عند الإنسان مشاكل في فترة الحزن لأن الدموع تزيد عندهم باستمرار هاي أحيانا تكون إيجابية وأحيانا تكون سلبية الإيجابية أنه تنظف أي شي موجود في العين أما السلبية أنه ممكن تنتج عندهم شو زيادة في أفروزات بعض الغدد اللي موجودة وأحيانا يستويلها بعض الانسدادات تأدي إلى الأكياس الدهنية وخصة في الصيف عندنا هاي المشكلة بعد هي مسألة الحزن مسألة الصيف أحيانا متراب طبعا بعض فتنتج عندهم هاي المشكلة فتنتج اللي هي شامونها الأكياس الدهنية هل دموع الفرح غير عن دموع تعرف ودي تكلموني يقولك دموع الفرح غير عن دموع الحزن أقوله علميا كلام خاطئ علميا ما لهي ثبات معين يعني علميا نحن نقيس نسبة الأملاح اللي موجودة في الدموع ففي الحالتين ما شي فرق يعني ما شي دراسة تقولك أن هاي الدموع غير عن هاي الدموع طبعا كثير من الناس يتعرضون للتوتر بشكل يومي ويجب العلم أن الآثار المترتبة على التوتر تضر بالرؤية ويمكن تكون خطرة وتفقد الشخص بصر بشكل فولي تابع معنا موسيقى اشتركوا في القناة شكرا تابع مع الفقين شكرا شكرا لك حيث شكرا لك اشتركوا في القناة تسميها حساسية بعض المسببات كالغبار بعض المسببات كبعض المأكلات بعض المسببات كالعدسات اللي يلبسها الانسان فهي كلها مسببات تكون اساسية في مسألة حساسية العين وفي بعض الحساسيات اللي هي الموسمية أجي في فتاة الربيع مثلا فهي لازم الانسان يعرف شو سبب الحساسية هاي وتكون لها بعض الاعراض اللي موجودة في الجفن اللي هي الانتفاخات في الجزء الداخلي من الجفن فهاي تكون واضحة بالنسبة للطبيب فهاي من أعراض الحساسية صحيح أحيانا إيك المريض يعاني ما يقول لك أنا يعاني من حساسية في العين شو تعجي يقول من كثر الحجة يقول عندي مشاكل حول الجلد صحيح فيوميا عن طبيب الجلدية يتطالع يقول نعم الحساسية هاي اللي موجودة حول العين هي من كثرة الحجة فيفضل أن تتميز حاليا على أساس الحساسية هاي تخوز نحن بنعطيك هاد دوا أساسك تخوز الحساسية اللي موجودة حول العين ولكن يجب أنك تسير عن طبيب العيون عساس أن تتعالج من حساسية العين الداخلية صحيح يعني للدرجة دكتور أن في بعض الأدوية اللي فيها مواد حافظة هاي ممكن تسبب حساسية صح عشان تي ما ننصح كل شخص اللي يستخدم أدوية باستمرار أو ننصحها باستخدام الأدوية اللي ما فيها مواد حافظة اللي تسبب للحساسية فدائما الحساسية ما تيك إلا بسبب فنشوف نحن أن فيه أعراض للحساسية موجودة في العين فهاي نميزها بينها وبين جفاف العين جفاف العين تكون نفس الأعراض اللي موجودة كحكة نعم كأحساس برامرل داخل العين كعوذب اللهم شطارجيم آآ ضبابية ضبابية في الرأية وهاي مصاحبة نفس الشيء في الحساسية لكن الفرق بينهم جفاف العين تكون بدون سبب أو أحيانا تكون سببها نكس كمية فرازات العين أول عوذب بنامج جودة الفرازات ما تكون بشكل صحيح يعني الدموع عندك ثلاث طبقات اللي هي الطبقة اللعابية بعدين أتيك الطبقة المائية بعدين الطبقة الدهنية أن تحافظ أن ما تتبخر الدمعة فهاي ممكن نقيسها وتعرف أن هاي مسألتها اللي هي بسيطة بسيطة جدا زي والحساسية كذلك أحيانا نكوننهم لثنين مع بعض وعندهم بعض الأدوية حاليا متوفرة اللي تكون لثنين مع بعض زي نصيحتك الذهبية الأخيرة في سطر نصيحت الذهبية الأخيرة آآ دائما العين هي منفذ للجسم حافظوا عليها بكثر الأمكان وريحوا العين بكثر الأمكان وإذا أنه حسيته بأي إعراض لو بسيطة لا تتردد أبدا أنك تزور طبيب شكرا جزيلا دكتور خالد وأنا نصيحتي لكم من صحتكم أمانة إذا عانيتوا بشيء في العين شوفوا الطبيب أفضل تابعونا في الحلقات القادمة شكرا جزيلا دعيا اشتركوا في القناة